مضى شهر على الانتقال إلى المستوى الأخضر ضمن ألية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وخلال هذه الفترة نجحت مملكة البحرين في مواصلة تسجيل نسب منخفضة ضمن متوسط الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات إضافة إلى انخفاض واضح في العدد الإجمالي للحالات القائمة نتيجة للوعي المجتمعي وتضافر الجهود الوطنية لكبح كوفيد-19 أعلن الفريق الوطني الطبي الانتقال إلى المستوى الأخضر في الثالث من ستمبر الماضي وفقا لآلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا التي تعتمدها مملكة البحرين وذلك بحسب تقييم متوسط نسب الحالات القائمة الجديدة من إجمال الفحوصات اليومية والتي ما زالت تسجل انخفاضا ملحوظا بعد مضي نحو شهر على الانتقال إلى المستوى الأخضر حيث تستمر البيانات بتسجيل أقل من واحد بالمئة لتلك النسب إلى جانب انخفاض عدد الحالات في العناية المركزة أو التي تتلقى العلاج وكذلك أعداد الوفيات ويعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية علامة فارقة في كل مستويات آلية الإشارة الضوئية لا سيما أخذ التطعيم والجرعة المنشطة لما يشكلانه من حاجز منيع في كافة مراحل التعامل مع الفيروس وتعزيز تحصين المجتمع وحماية الأفراد من تداعيات الإصابة بالفيروس ومن أجل الحفاظ على هذه النتائج المبشرة يعول الفريق الوطني الطبي على الوعي المجتمعي وضرورة مواصلة الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تندرج تحت المستوى الأخضر وذلك من أجل الحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في التصدي للجائحة